مرحبا أعزائي ومتابعي قناة برلين بيعون عربية الفيديو موت اليوم عن حل مشكلة عكس الألوان قبل ما يبدأ شرح أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي برلين بيعون عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل لكل شي جيد من عندي والجديد على قناتي قناتي يسمها برلين بيعون عربية مختصة في التطبيقات ومشاركة التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاة حلول هذه المشاكل بالبداية هذه الظهرت عندك حلها كل شي سهل خلي أشرح لكم من داخل الآيفون كيف راح تظهر التطبيقات عندك وحلها السهل خلي ندخل من داخل الآيفون ميزة أكس الألوان هي إحدى الميزات الموجودة طبيعية في الآيفون والأندرويد هذه الميزة فقط تقلب الألوان إلى لون ثاني تقريبا تشبه الدارك مود فكيف راح نغيرها شوفوا لو دخلنا هنا على سناب شات يظهروا هذا الصيخة كل شي مو حلوة لكن هي طبيعية يعني هذه داخل الآيفون وأيضا إذا دخلنا على الانستجرام راح يظهر بهذه الصيخة احنا كيف راح نغير هذا الشي راح ندخل على الإعدادات من الإعدادات ننزل على تسهيلات الاستخدام ونروح على الشاشة وحجم النص وننزل إلى الأسفل إلى عكس ذكي هذا الخيار فقط تقف له الآن رجعنا إلى هنا رجعنا إلى الاسناب شوفوا كيف راح يظهر والانستجرام أيضا راح يظهر بهذه الصيخة كل التطبيقات راح تتعدل بهذه الطاقة كثير يعرفوها لكن نعملها للناس اللي ما تعرفها وممكن خطأة وفعلة هذا الزر أتمنى بنهاية الفيديو استفادئته ادعموا قناتي رجعن برلين بعين عربية باشتراكوا لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل الآن يحاضر شكرا لكم مع ألف سلام شكرا لكم